السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيارك عامليني معاكم احمد عقام من قناة التوامان النهاردة يكون الفيديو عن مباراة المريخ السوداني ضد اهل طرابلس الليبي المباراة طبعا مباراة الزهاب من دور الاثنين وثلاثين من دور ابطال افريقيا طبعا مباراة الزهاب اللي بتتلعب طبعا بتتلعب في السودان لسه مباراة الاياب اللي هتتلعب في ليبيا يوم خمستاشر اكتوبر الفين اثنين وعشرين وانتهت المباراة اليوم بنتيجة اثنين صفر الفريق المريخ السوداني زي ما انتم شايفين في الصور اول هدف لفريق المريخ السوداني عن طريق اللعب الكنغولي ايريك كامبالي قدر ان يحرز الهدف الاول بكورة قوية جدا شاطها ارضية من تحت حرس المرمى وقدر ان يسجل الهدف الاول وزي ما انتم شايفين في الصور باحتفاله احتفال على طريقة الدون كريستيانو رونالدو والهدف التاني عن طريق اللاعب السوداني اللاعب الجزولي نوح ادر من كرة رقصية ان يحرز الهدف التاني كرة رقصية قوية جدا الكرة تلعبت زي ما انتم شايفين في الصور في البداية هي ضربة حرة اتلعبت رفع المنطقة الجزاء قدر ان الجزولي نوح صاحب التسعتاشر سنة قدر ان يحط الكرة كرة رقصية قوية جدا على يمين حرس المرمى الحرس المرمى طبعا ما قدرش ان يعمل حاجة في الكرة دي لانها قوية جدا لتنتقى المباراة بهذه النتيجة 2-0 على ارض فريق المريخ السوداني لسه مباراة الاياب اللي هتتلعب في ليبيا زي ما قلنا يوم 15 اكتوبر 2022 ويا رب الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والصابس قريب القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته